أعلنت الشركة العالمية القابضة عن استحواذها على حصة 50% من شركة كاليون انيرجي الرائدة في سوق الطاقة النظيفة بتركيا مقابل مليار وثمانمائة مليون درهم من خلال شركتها التابعة انترنشنال انيرجي القابضة يعد هذا الاستحواذ ثاني أكبر استحواذ للشركة العالمية القابضة في قطاع الطاقة المتجددة حتى الآن تضمنت الصفقة مشروع محطة الطاقة الكهروضوية بساعة مركبة بلغت 1347 ميجا واط في كاربينار في قونية ومشروع طاقة الرياح بقدرة 1 جيجا واط الذي طورتها هيكا ومشروع الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجا واط في نايدي وكذلك مشروع طاقة شمسية ساعة 50 ميجا واط في غازي انتاب ومشاريع متجددة أخرى في مدن مختلفة من تركيا اشتركوا في القناة